أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبزل قصارى جهدها لنجح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين وخلال تفقده الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية شد ذا رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بالمشروع ما يحقق الاستقرار للأسر المنتقلة ووجه مدبولي بزيادة المساحة الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة خلال تفقده من تقتل خدمات بالمشروع كما تفقد المخبز الموجود بالمشروع موجها بتوفير مخبز آخر وعربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز كما زر مدبولي المدرسة القريبة من منطقة الخدمات حيث كلف وزارة التربية والتعليم بتقليل كثافة الفصول وزيادة أعداد المعلمين كما توجه رئيس الوزراء للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع والتي تم فيها تنفيذ نحو 70% من أعمال المرافق وبناء العمرات ترجمة نانسي قنقر